موسيقى أهلا بكم إلى كلام بيروت الأنظار متجهة اليوم إلى قصر بعبدال لمعرفة ما إذا كان دخان ولادة الحكومة الجديدة الأبيض سيتصاعد من مدخنة القصر بعد خطوة القوات اللبنانية بالتجاوب مع العرض الذي تلقته للمشاركة في الحكومة أم سيرتفع دخان عقدة حزب الله الأسود بسبب تمسكه بتوزير سنة 8 أذار هذا هو العنوان الرئيسي الذي تصدر صحف بيروت اليوم والتي سأناقش تفاصيلها لسيما ما يتعلق منها بالقوات اللبنانية مع ضيف النائب دكتور أنطوان حبشي صباح الخير لألكم المشاهدين كتلة الجمهورية القوية يلي قررت تنتحق بقافلة تشكيل الحكومة بارح كنا مفكرين أنه بس يمشي الحال رح تتشكل الحكومة العقبة يلي برزت يعني قبيل وبعد وقت قليل من موقف القوات اللبنانية وخلينا نشوف سوى كاريكاتور أرماو حمسي بجريدة النهار يلي سميها العقدة الأخيرة توزير سنة 8 أدار شو بتقول بالنسبة لألكم؟ الأكيد أنه كل اللي كانوا عم بيجربوا يكبوا المسألة عند القوات اللبنانية أنه هي اللي معرق لي الحكومة اليوم القوات اللبنانية أخدت قرارة عطيت الجواب فجأة بنتفاجأ بالوقت يلي كل الصخف وكل السياسيين وكل الأعلاميين يلي كانوا حبين يوجهوا أنظارهم على القوات أو يوجهوا سهامهم للقوات كانوا معتبرين أنه العقبة هي القوات هذه العقبة لم تعد موجودة لماذا ليس هناك حكومة مبارح قبل اليوم؟ وبالتالي خلينا نقول أنه لا القوات ولا لحظة هي اللي كانت معرق للحكومة حتى الشعب اللبناني يقدر يتابع المسائل بشكل حقيقي اليوم عم بتبين عقدة ما بنعرف شو بيبين بعد عقد وعم بيبين أنه وكأنه تشكيل الحكومة منه هاجس وعم بيأخروا الحكومة أكتر وهيدا رح يساهم أكتر وأكتر بأنه يتقل على إمكانية أنه نرد على مشاكل الناس بشكل سريع وبشكل فعلي اليوم أنه يطلع حزب الله بأنه فجأة بالوقت اللي كانت مسهلة كل الأمور وشهرين لم يتم الكلام عن 8 أدار إلا لما حسينا أنه معقول حقيبة من الحقائب ما تعود موجودة عند 8 أدار فجأة لقينا صوت عليه بمسألة سنة 8 أدار واليوم يمكن يكون يلي عم بين عمل هو بالون اختباري أو بالون حراري بس لنقول لسنة 8 أدار أنه نحنا جربنا نتمسك فيكن وما زبط الحال بواقع الحال خلال شهرين ما كانوا موجودين بأي حسابات فجأة شفنا هالعقدة نبتت من جديد واليوم بس حلت المشاكل كلها سوا وتبين أنه القوات فاتت بمسألة تشكيل الحكومة عم بيبين عقدة جديدة الرئيس الحريري قال اليوم أنها بحسب المستقبل أنه الحكومة جاهزة بانتظار حزب الله وهالعقبة المفتعلة وضعت العصي بدواليب الحكومة وقت لي أشارت أنه وكأن حزب الله عم بيقول لحلفائه سنة 8 أدار أنه نحنا جربنا وما مش الحال هل عم تأشب ترحب شيء إلى أنه الموضوع ممكن يكون فقط شكلي أم أنه في مشكلة أشكالية عنده وجان هون إذا بدنا نحلل الموضوع أول جزء أنه أنه يكونوا استعملوا سنة 8 أدار من قبل حزب الله في التفاوض ليوصلوا لمحلات معينة واليوم ما بيقدر هيك بلحظة يقل لهم منكن موجودين بحسباتي ممكن يقول لهم بعدين أخرنا الحكومة 24 ساعة وهيدا اللي قدرنا عملناه بيكونوا استعملوا بشكل كامل وفعلي أو ممكن يكون هالتشكيل الحكومة بعد منه راضي الاتجاه يلي رايح فيه الموضوع أو مش راضي فريق حزب الله بهالاتجاه مشان هيك عم بتم خلق هالعقدة بكل الأحوال اليوم سنة 8 أدار أنه جزء من كتل نيابية أخدت يلي لازم تاخده أو فاوضت وكان عنده وزراءة وبالتالي لا يمكن إعادة لملمتهم بعد ما يكونوا جزء من كتلة لا يمكن إعادة جمعهم حتى يتم المطالبة باسمهم أو حتى يتم خلق عقدة جديدة هون شو العبرة السياسية الفعلية هون بيبين مين ناطر شي ومين عم بيتلمس إشارات والصحافة يلي كانت تحكي عن هالموضوع بما يقتص القوات اللبنانية وواضح مين عينه على تشكيل الحكومة وواضح مين كل ما تجي الحكومة لتتشكل بيبين أنه في عقدة جديدة عم تخلق والحكومة مش عم تلاقي طريقة على التحقيق يعني من هالمنطلق فينا نفهم موقف القوات أنه أرادت أنه تزيح من طريق العقد كي لا يقال أنه الحق عليها والحكومة لم تتشكل بعد يمكن هيدا جزء يسير وأنما مسار مسار التفاوض بتشكيل الحكومة كله وكان عنده مجموعة أهداف وتشكيل الحكومة منه بس بمسألة الحقائب وهيدا شيء أنا سبق وحكيت عنه من أسبوع تقريبا اليوم بالمحل يلي صارت فيه الأشياء القوات اللبنانية أرادت وبعض نقاش طويل رغم الظلم يلي موجود يلي موجود بشكل فعلي إذا بنقارن بس خجم كل الكتل النيابية مع نوعية الحقائب اللي أخدوها ولكن إيماننا كتير كبير يعني معرفتنا وتجربتنا كتير كبيرة بتقول إنه حيا الله حقيبة بيكون الإنسان اللي وراها شفاف ونظيف ومنه عم بينبش على إنه يكون عم بيعمل مخاصصة أو يعمل مكسب لأله رح تعمل فرق طب ليش ليش معهم لمشيتوا بالموضوع من الأول دكتور حكش لأنه 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 حق نمشي بالموضوع من الأول فإذا اليوم في مجموعة في مسار كتير طويل نحن تمسكنا بهذا المسار منذ 2005 لليوم تمسكنا بهذا المسار منذ 2005 لليوم وبالمبادئ الأساسية اللي أنبتت ثورة الأرز وبلورت 14 أدار هذه المبادئ تمسكنا فيها لقينا تجاوب الناس معها حقيقة وفعلة ب15 نايم بتقريبا سفر تحالفات بالمعنى الفعلي بس ما قدرتوا تصرفوا وبعنوان سياسي ما قدرتوا تصرفوا هذا ممكن كان يعني كان اللي عم نعمله والنضال اللي عم بنقوم فيه هو أنه صوت هول الناس يوصل بشكل فعلي اليوم اللي مهم بهذا الموضوع هو هول الناس لأنه وزراءنا وزراء الناس وزراءنا وزراء الشعب يلي بنقله بنقوله لناسنا أنه كل يلي اعتمنتونا عليه منشان هيك جرى نقاش ونيقاش طويل رح بنكون حراسوا بالمعنى الفعلي وصوتكم رح يوصل مش بس من خلال المسألة الشعيعية أو من خلال صوت النواب صوركم رح يكون خاضر على الطاولة وبالحكومة وتجربتنا خير دليل على هالمسألة رح بلش معك أرجع بهالموقف القوات من الأول هل صحيح أنه خلال نقاش اتخاذ القرار كانوا المعارضين للاندمام للحكومة يعني معارضين لهذا المنطق أكثر من الموافقين غير صحيح غير صحيح أول شيء يعني كان في رأي يقول يعني النقاش بالقوات اللبنانية بتمنى أنه النقاش الطريقة اللي بيصير فيها النقاش بتمنى أنه ينمسح على كل تركيبة السلطة عمليا النقاش ما انطلق من قبول فعلي أو رفض فعلي انطلق من النقاش الوضعية كلها سوا شوك الموقفك شخصية مقتنع كنت بالمشاركة بدي أقول شغلة كتير بسيطة كل حدا كتار كان عندهم بالانطلاق بالنقاش كان عندهم نوع من ميل بالاتجاهين في محل أكيد أنه نكون موجودين وعم بنشوف تراكم السوء في إدارة السلطة هل قد موصلنا لمشاكل موصل المواطن لمشاكل أنه نكون موجودين بس نكون موجودين هي مشكلة بينما بزاوية أخرى وجودنا عطول هو اللي بيعمل الفرق باللي موجود بين إيدينا وبالتالي لا يمكن أن نغيب عن ثقة الناس يلي أولتنا هذه الثقة ويجب أن نتجه بشكل عقليني باتجاه أن نكون ونفرق وأن نكون صوت الناس في هذه الحكومة لكي لا تمر الصفقات لكي لا نغرق في الفساد أكثر وأكثر لكي لا يتراكم الدين العام وأكثر من هاي لأنه البلد كله بأزمة وهيدا المركب بدي أقول حتى يلي كانوا هالقد عم بيشتغلوا حتى القوات ما يكون عندها يلي هي بتستحق يكون عندها ياه بدي أقول لهم هيدا المركب إذا غري بده يغرق اليوم بمنحي الاجتماعي الاقتصادي بده يغرق بالكل مشان هيك رؤية القوات اللبنانية ويلي عم بتقدمه والخطة الاقتصادية اللي رح نقدمها حتى نطلع من هالمشكلة اللي نحنا فيها هي خشبة الخلاص يلي أنا برأيي لازم الكل يروحوا باتجاه تضامن في السلطة التنفيذية حتى يقدروا يحققوا بقي حال يعني اليوم كثير المقالات يلي حللت موقف القوات من النفسة للعملة مثلا حتى بالصحف اللي يعني اللي تعتبر نسبيا مش كثير قريبة من حزب الله مثلا جريدة الجمهورية عنونت على القوات والحكومة الزواج بالإكرار يعني بس تقرأ زواج بالإكرار بمعنى إذا بدأي أخذه بمعنى العملة مش السياسة يعني ما رح ينجح يعني مش هيدا اللي بقول القوات اللبنية من اللحظة اللي أخدت فيها القرار لا بل بنقول للكل على السلطة التنفيذية أن تكون سلطة موحدة في سبيل إنجاح العهد لأنه الإشكاليات يلي مطروحة قدام هيدا الحكومة هي إشكاليات وتحديات كبيرة وبحاجة أنه كل الناس يكونوا شفافين يكونوا فيتين عن جد تيشكلوا خشبة خلاص للأزمة يلي موجود فيها البلد إذا ما فاتوا بهيدا الاتجاه وعم بيفوتوا بمنطق المخاصصة وبمنطق شو بقدر أخذ وبمنطق شو بقدر أمن مكاسب لجماعته لبنان على شفير الهاوية وهي دا نحن عم بقوله لناسنا ما قدرتك شوها من أول يوم دكتور حبشي يعني رح كل هالوقت على الفاضي قدام الحكومة لا ليش دا على الفاضي لأنه من الأول مش هيك كان معروضة عليكم من الأول ليش كل مرة كنا كل مرة بالتفاوض وما بقول كنا عم نتنازل كنا عم نشوف مصلحة الشعب اللبناني كل مرة كنا نقدم حل كان تتبين عقدة قدمنا الحل النهائي نعم ليش بعد ما تشكلت الحكومة العقدة لم تكن ولا في لخظة في القوات هلأ الزواج بالإكراه إذا خدا هو حابب كان أو متوقع أنه القوات اللبنانية بس يتصرفوا معا بها الطريقة تجي تقعد برات الحكومة وتتفرج عليهم عم بياخدوا البلد على المهوار غلطانين كتير ليش المنطق المعارضة من الخارج ليس ناجحا يعني هلأ عندك مجوعة من النواب كان عنا التجربتين وبتجربة المعارضة من الخارج ما اكتشفنا أنه لبنان مثل بريطانيا وأنه الرقي سائد من مكان وأنه الصفقات لا تتم وأنه في مناقبية في إدارة الشأن العام لا يعلى عليها أن يكون الإنسان يناضل في داخل الحكومة وعندما قمنا بهذه التجربة داخل الحكومة تبين أنه في أمور تقف في صفقات قد لا تصل إلى مبتغيها وإلى نتيجتها وهذا كله يخصن المواطن لحظت بإيجابتك مثل وكأن في حرص من القوات على إنجاح العهد يعني بعدكم عم بتميزوا سير العهد عن رئيس تيار الوطني الحر لأنه مبارح الأمثل اللي استعان فيهون الدكتور جعجع يعني حتى بتشوفه على مواقع التواصل وكأنه موجهين لشخص بحد ذاته أو لفئة بحد ذاتها على شو عم بتراهنه لتفصله بين الاثنين أول شيء مشكل شيء بيفكر فيه الإنسان لازم يكون فيه رهان برات الرهان في منطق بالتعاطي مع المسائل وفيه مسئولية يتحملها كل من الموقع الذي هو فيه اليوم إن بتفاهم معراب وإن بإرساء السلطة مع وصول الرئيس الجمهورية أو وصول جنرال عون لرئاسة الجمهورية مع كل أفريقاء تم إرساء هذه السلطة على أساس مجموعة مبادئ السيادة اللبنانية، النائب النفس، الشفافية، مكافحة الفساد، دولة القانون الراعي الفعلي ولأول مرة بيكون فيه استحقاء اللبناني عم بيفرضه رغم إنه كان فيه معارضة بكتير محلات إقليمية ودولية لبصول الجنرال عون يلي عملته القوات اللبنانية إنه أنتجت لبنانياً وصول رئيس الجمهورية قوي إلى سودة الرئاسة بها المعنى هو لا يصل عن طيار وحتى هو لا يصل ليتمسك بأي شيء له علاقة بطيار بس ما تمسك فيكن كمان دكتور حبش يعني لاحزنا من الرئيس ما بدنا حدا يتمسك فينا يعني حتى بحقيبة العدل ما وسق تنقول لهو تمسك فينا ولا غيره بس أنتو متمسكين فيه لهو تمسك فينا ولا غيره ولا غيره شو بتقصد؟ إنه قصدي ما حدا يعني ما كان في حدا متمسك بهالموضوع بحدا وهيدي شغلة نحنا منا غريبة عنا يعني حتى المقالات التي تتكلم عن هذا الأمر بدا تاخد كل تاريخنا بعين الاعتبار يعني يلي كانوا شايفين إنه القوات المحيت خلال 11 سنة اليوم القوات هون يلي كانوا شايفين بالانتخابات النيابية إنه القوات مرح تقدر ترجع تعيد 8 نواب يلي عندها ياهن ومعقول ترجع تنكفق لـ 7 أو 6 نواب شايفوا بعض الانتخابات بدون أي تحالفات وبدون ما تكون القوات موجودة بالسلطة بتقدر توعد هيدا بوزارة بتقدر تمرق مشروع لهيدا من هون بتقدر تحكي كسلطة سياسية مع ناس تينقلوا مننن تيار تينقلوا من لائحة للاائحة بدون كل هيدا وبمواجهة كل هيدا القوات اللبنانية حصلت على 15 نائب على سير الدل أنا برأيي أنا برأيي يلي رح ينشل ويساعد بنجاح العهد الفعلي مش خدا يتمسك فينا نحنا متمسكين بالمبادئ يلي قرست هيد السلطة بعد في نقطة صغيرة بدي أولى لما بيوصل رئيس جمهورية بهيدا الإطار على رئيس الجمهورية أن يتحمل مسؤولية لأنه هو من يحافظ على السيادة وهو من يرعى هذه المسألة ومجرد وجوده كفريق مجرد وجوده كفريق بأي اتجاه هذا يعني أنه عم ناخد أو عم نروح باتجاه إضعافه مشان هيك لأننا نحرص على أنه رئيس الجمهورية ينجع عهده وهيدا العهد نجاحه من نجاح تجربة مبنان بالمعنى الفعلي والتسوية اللي عم نحطي عنا مشان هيك نحنا ضانينين فيها حتى مطرح يلي ممكن يكونوا قرابة من الرئيس ما يقدروا يشوفوا هايك بأي حال على سيرة التمسك بالحلفة اليوم رولة إبراهيم بالأخبار شايفت أنه خسرتكم كما سمتها سببها يعني مع عدم إيجاد أي حليف أوي كحزب الله يضمن لها حقيبة سيادية ولو أنها لا تستحكها كما قالت جاذبة المقال أنه انت غلطوا بتحالفاتكم هذا منطق لا نتمسك بها حتى الرئيس بري كمان ما قدرتوا تستغلوا الكيمياء بينكم وبينه لضمان حقيبة سيادية لسنا بحاجة أن نضمن كيمياء يعني لسنا بحاجة أن نستخرج من الكيمياء حقائب وبالتالي خليني أقول شغلة صغيرة عملياً يلي لازم يسود هو المنطق القانون ومنطق عدم الاستياد طريقة يلي عم بتم التعامل فيها ما رح يدفع تمنع على المدى الطويل إلا يلي عم بكرس منطق في أي لحظة بيصير في أي تغير على مستوى المصالح السياسية رح يتبعه أنه المنطق اللي عم بيسود بيكون يلي كان جلاده عم بيصير ضخيطه بس عم بكرس عرف كمان نحن يعني وهايدا شو في عرف أسوأ من هيك شو اللي بيخلي إنسان يتمسك بحقيبة على مدى عشر أو خمسة عشر سنة إلا إذا كان شايفها بقرة حلوب بالوقت يلي هالوزارة أو هالحقيبة يلي هو فيها ها عم بتراكم مشاكل على البلد أكتر وأكتر بمنطق عقلاني إذا أنا أو إذا خيال لإنسان موجود ومستلم حقيبة ومشاكلها ما عم تنحل ما عم بقول حق على الموجودين ما عم بخلوه يشتغل هين كتير خلينا ناخد بس بريك دكتور حبش لأنه بدأ نكمل بهالفكرة وبالقراءات الأخرى اليوم اللي موقف اللوات اللبناني بعد توقف معه والفاصل